متابعيني الأعزاء على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة إن شاء الله مع موقع magnifique.ai موقع magnifique.ai هو موقع بيعمل وبيعمل انهانسة أو بيحسن جودة الصورة الناس كتير هتقولي طب ما فيه موقع كتير بتعمل الموضوع ده وبتعمله بشكل مجاني لأن الموقع ده موقع مدفوع ولكن بيقدم لك خطة مجانية مرة واحدة بس إن أنت تكتشف الموقع وتستخدمه ولكن الجميل في الموقع ده إنه لما بيعمل ابسكيل أو انهانس للصورة بتبقى الصورة في الآخر صورة طبيعية يعني الوش أو الوش فيه مثلا خطوط فيه تجعيد الحركة بتاعت الوش نفسها بتاعت الشخص في المشهد الحاجات دي كلها بتبقى باينة بشكل طبيعي فهنا عملية التحسين نحو صور أكثر وقعية لو جربت كده تستخدم أي ابسكيلر هتبص إتلاقي إن هو بيخلي لك الصورة بتاعتك الوش مثلا لو أنت بتحسن جودة الصورة هتلاقي البشرة نعمة زيادة عن اللزوم الوش كده كأنه في حاجة مش طبيعية أو مش هو ده شكلك يعني أنا نفسي لما باجي أستخدم الابسكيلر بحس إن ده مش الشكل الأصلي بتاعي ولكن عشان يحسن لك جودة الصورة ويحسن لك الصورة ويحتفظ بالتعبير بتاعت الوش والخطوط والكلام ده كله فمجنفيك.i بيأذي الموضوع ده بجدارة وفي حاجات تانية موجودة فيه وإمكانيات تانية موجودة فيه أنا قلت نبص على الموقع ونستغل الخطة المجانية ويكون عندك معرفة بهذا الموقع لو احتاجته مستقبلاً فأي حاجة ممكن هو يساعدك تعال نروح لماجنفيك.i لحط لك الرابط في الوصف أسفل الفيديو ونشوف إمكانياته عاملة إزاي عادي بس أوريك بشكل سريع قبل ما نتدي نطبق بشكل عملي صورة زي دي كده أهو قادي شخص قادي الصورة قبل ما يتعمل لها إنهانسينج وشكلها عامل كده بعدها الصورة جودتها تحسنت بدون ما الشخص يعني يفقد الشكل الخاص بيتعبير وجهه ودي حتلاحظها في أي أبسكيلر أنت بتستخدم زي ما إحنا شايفين ده جودة الأبسكيلرنج الخاص به وأنا أكتر يهمني بقى مش في الصور دي لأن الصور دي أنا ممكن أعملها بأي أبسكيل تاني ولكن يهمني إن الشخص لما يتعمل له أبسكيلرنج يحتفظ بالتعبير بالمنظر ده مع رفع جودة الصورة وطبعاً عندهم يعني لحد 16x على حد علمي يلا بينا نعمل ساين إن داخل الموقع ونشوف الموقع دوت إزاي نطبق عليه بشكل عملي بعد ما نعمل ساين إن أو ساين up لأول مرة داخل الموقع هتلاقي أنت ليك حوالي 50 points تقدر تستخدمهم بشكل مجني وهنا أنا يعني ليه 45 في أكاونت تاني استخدمت الخمسين points عشان أجرب وأشوف إمكانيات عاملة إزاي هنا أنت عندك في الماجيك سبيل فيه تلات حاجات فيه عندك الماجنيفك أبسكيلر والماجنيفك أبسكيلر ده يعتبر الحاجة الأساسية اللي أنا جاي أتكلم عنها النهاردة وفيه الستايل ترانسفير من اسمه كده تحويل صورة من ستايل لستايل وحاجة جديدة لها علاقة باللايت اسمها ري لايت بيتا وهنا أنت تقدر أنك أنت تستخدمها في مرحلة البيتا يعني لسه في مرحلة التجربة إحنا هنجرب الأول مع بعض الماجنيفك أبسكيلر هبتدي أن أنا أرفع الصورة بتاعتي الصورة اللي أنا هستخدمها الصورة دي أنا جايبها من ليوناردو AI بعد كده هبتدي أختار الـ Scale Factor انت ليك لحد 16X بس إحنا عشان وقت الفيديو هياخد وقت في عملية الأبسكيلينج أو تحسين جودة الصورة فأنا هنا هخليه 4X وـ Optimize the 4A هتستخدم الصورة دي لإيه هل Portray Art and Illustration Nature and Land Escape Films and Photography أنا هقوله Films and Photography وهنا الأفضل أن أنت تكتب في الـ Prompt الأمر بتاع الصورة الأصلي يعني الأفضل أن أنت تاخد الأمر تحطه وده اللي أنا هعمله يعني رحت ليوناردو وحتدي أن أنا أجيب الأمر بتاعي وحتدي أحط الأمر هنا الخاص بالصورة يفضل طبعا أنت تحط الأمر هنا وهسيب الـ Setting زي ما هي مش هلعب فيه إطلاقا وهبتدي أن أنا أعمل أبسكيل وتعالوا نشوف بقى النتيجة مع بعض هتكون عاملة إزاي لأن أنا اخترت 4X فمش هتاخد وقت كتير هنا بيبان أن أنت اخترت 4K واخترت Optimize 2 Films and Photography وهيبتدي أنه هو يزبط لي الصورة أو يعمل لها أبسكيل الصورة اتعمل لها أبسكيل زي ما إحنا شايفين آه دي الفرق بص الصورة الصورة هنا كويسة وجودتها كويسة لكن تعبير الوش يعني مش واضحة أوي مش باين أوي أنها صورة وقعية لما تعمل لها بسكيل تحس أن الشخص شكل الوجه طبيعي زي ما إحنا شايفين واخد بالك ده 4X بس أنت ليت لحد 16X فكل مرة أنت بتستهلك طبعا من الكريدتز بتاعتك فلازم تكون عارف الموضوع ده أنت بتاخد كريدتز يعني 4X هنا استهلك أعتقد في الكريدتز 15 بحلهم فاخد بالك طبعا لأن الخطة المجانية محدودة جدا وبتكون لمرة واحدة بس أنا بس أحب أن أنت تحط كده في موسوعة الذكاء الاصطناعي أو مواقع الذكاء الاصطناعي اللي أنت حطيتها على جنبي كده هذا الموقع لا ربما تحتاجه يبقى أنت تقدر تعرف إزاي تقدر تعمل أبسكيل لصور تديك شكل واقعي زي موردك ده بالنسبة لي المجنيفك أبسكيلر طيب طبعا بتقدر أن أنت تعمله داون الوضع عادي جدا كجي بي جي والبي أنجي والكواليتي بتاعت البي أنجي بتكون 100% فبحائف بنزله بي أنجي بالنسبة للستايل ترانسفير وهو أن أنت تبقى عندك صورة تبقى هي دي الريفرانس بتاعك وتبتدي أن أنت تحط الأمر يعني أنا هجرب نفس الشخص هنا هبتدي أحط ريفرانس مثلا الستايل خاص بصورة معينة الستايل دا دا ستايل خط بالك ستايل الصورة نفسها وحبتدي هنا أن أنا أرفع الصورة اللي أنا عايزة أغير الستايل بتاعها وحبتدي هنا أحط الأمر الخاص بالشخص نفسه وحبتدي أن أنا أقول له ترانسفير ستايل ونشوف الستايل لما يتعمله ترانسفير هو هيستهلك حوالي 5 بس بوينس هنشوف النتيجة هتكون عاملة إزاي المفترض أنه هو يعملي ترانسفورمينج للصورة ويحول الستايل من الستايل دا ليه الستايل اللي أنا حطيت كانت عبارة عن يعني أرت كده أو إلستريشن فهنشوف التحويل هيكون عامل إزاي تم تحويل الصورة بالستايل اللي أنا عايزة دا الستايل اللي هو الأرت اللي أنا حولت منه الصورة الأساسية اللي هي الأوريجنال دي الصورة الأوريجنال دي أنا حولتها للستايل حولها لي بنفس الستايل أهو زي ما إحنا شايفين الشخص خد الستايل بتاع الصورة حلوة قوي جزء بتاع الستايل ترانسفير دا عجبني في أيضا الريلايت والريلايت انت بتبتدي ان انت ترفع الصورة وهنا ترانسفير لايت فروم جست أبرومت وتحطه وريفرانس إيميج أو حاجة اسمها لايت ماب أنا يعني حتة بتاعت الريلايت دي ممكن نجربها مع بعض يعني نبتدي نرفع كده صورة ولا بتكون صورة زي دي وهنا ممكن أقول change the background to outer space وهنا الليت ترانسفير لا حد مية في المية هنا change background أنا ننفع عليها ممكن أقوله كمان في الأمر ممكن أقوله the contrast is high أو high contrast الألوان هنا ممكن أقوله brighter advanced setting أحسبها زي ما هي وعمل relight نشوف كده relight ممكن يقدم لنا إيه هنا قلت له اخترتها more brighter طبعاً عطاهولي style brighter عطاهولي bright بالمنظر ده outer space اللي هو الفضاء الخارجي يعني هنا ال background كان عبارة عن الفضاء الخارجي وال contrast بتاع الألوان كويس وإيه دي الصورة الأصلية وإيه دي الصورة اللي حبيت أن أنا أفتح مثلاً الصورة شوية الصورة زي ما إحنا شايفين اتفتحت عبارة عن روبوت زي ما إحنا شايفين ده بالنسبة لي الجزء ده magnifique هو موقع بيد مش مجاني أنا مش بعمله دعاية ولكن أنا حسيت أنه هو مفيد لو أنت احتاجته لأي سبب بيبقى عندك خمسين نقطة تقدر أنك أنت تستخدمها لو احتاجت أنه أنت تخلي الصورة اللي أنت هتستخدمها أكثر وقعية دي أكثر حاجة عجبتني فيه بصراحة وأيضاً تحويل اللي style ده برضو عجبني يعني أكثر حاجتين عجبوني فيه موقع magnifique أحتاج لك الرابط في الوصف أسفل الفيديو أتمنى تكونوا بتستفيدوا من كل اللي بنقدمه على قناة كل يوم موقع جديد شكراً جداً لكل التعليقات الإيجابية المحفزة بشكركم جميعاً زي ما بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو كنت بتشوفنا لأول مرة ولو كنتم متابعين الأعزاء ما تنساش اللايك والشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة